إلى شاني الأمني وفي طريق محاربة الإرهاب وفي عملية نوعية لقوة الجيش الوطني الشعبي بجبل وسطيلي ببلدية تازولت ولا يتبتنا ناحية العسكرية الخامسة قاضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 29 سبتمبر على خمسة إرهابيين وسجعت بندقية رشاشة أقبيكا وأربع مسدسات رشاشة من نوع كالاشينكوف وكمية كبيرة من الذخيرة فيما تم تدمير ستة مخابع تحتوي على مؤونة وألغام تقليدية الصنع وصفائح لتوليد طاقة شمسية وأغراض مختلفة تتهاد العملية المتواصلة والناجحة الثالثة من نوعها في ظرف أسبوع لتؤكد عزم وإسرار قوة الجيش الوطني الشعبي في مطاردة والقضاء على فرور الإرهاب أينما حلوا عبر التراب الوطن ترجمة نانسي قنقر